السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصفة السادس جدائي إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض التدريبات عامة على الوحدة الأولى أولا تدريبات الكتاب المدرسي واحد اختر من العمود با ما يناسبه من العمود ألف رقم واحد روافع النوع الأول هل هي روافع توفر جهد دائما روافع لا توفر الجهد دائما روافع توفر الجهد أحيانا نقطة ثابتة ترتكز عليها ساق متينة ساق متينة تحرق حول نقطة ارتجاز كما تؤسع عليها كوة ومقاومة طبعا ايه رقم ايه برافع رقم جي يبقى واحد مع جي روافع توفر جهد ايه أحيانا عندما يكون زراع الكوة أكبر من زراع مين المقاومة اتنين روافع النوع الثاني طبعا ايه برافع روافع توفر جهد ايه دائما يبقى رقم ايه ألف يبقى اتنين مع الف ثلاثة روافع النوع الثالث روافع ايه برافع رقم با روافع لا توفر جهد ايه دائما يبقى رقم با روافع لا توفر جهد ايه دائما طيب نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق نحن بسمها ايه صح يبقى نقطة الارتكاز يبقى دال مع سبعة طيب ساق متينة تحرك حولها الارتكاز كما تؤس عليها كو ومقامة دي نسمها ايه براف دي عبارة عن ايه الرافع يبقى رقم كام اربعة يبقى اربعة مع ايه مع ها اتنين ده علامة صح او خطأ امامك كل عبارة مما يلي مع تصحيح العبارات غير الصحيح رقم روافع النوع الاول تكون فيها المكومة بين الكوة ونقطة الارتكاز طبعا دي عبارة ايه عبارة خطئة ده النوع كام النوع الثاني اتنين روافع النوع الثاني تكون فيها الكوة بين المكومة ونقطة ارتكاز طبعا عبارة خطأ ده النوع كام ده النوع الثالث الكوة في النص ده النوع الثالث روافع النوع الثالث تكون فيها نقطة الارتكاز بين الكوة ومكومة عبارة خطأ ده النوع ايه النوع الاول ده العتلة من الأمثلة على روافع النوع الأول عبارة صحيح رقم ها إذا كانت زراع الكوة أصغر من زراع مكومة فإن الرفع توفر جهد عبارة خطأة لا توفر الجهد ثلاثة أكمل العبارات التالية كصارت البندق من الأمثلة على روافع نقاط روافع النوع الثاني رقم باء المكنسة اليدوية من الأمثلة على روافع نقاط النوع إيه روافع النوع الثالث رقم جيم المقص من الأمثلة على روافع نقاط النوع الأول دال الكوف زراحها يساوي نقاط في نقاط زراو إيه المكومة إيه زراعها رقم ها النوع الروافع التي يمكن أن تتساوي فيه زراع الكوة مع زراع مقاومة هو إيه صح النوع الأول أربعة كارن بين أنواع روافع الثلاثة مسادما الجدول التالي أول حاجة التعريف روافع النوع الأول روافع تقع فيها نقطة الارتكاز بين الكوة والمقاومة طيب النوع الثاني روافع تقع فيها المقاومة المقاومة بين الكوة ونقطة إيه الارتكاز طيب النوع الثالث روافع تقع فيها الكوة بين المقاومة ونقطة إيه الارتكاز طيب توفير الجهد النوع الأول أحيانا يوفر الجهد طيب النوع الثاني دائما يوفر إيه الجهد النوع الثالث دائما لا يوفر إيه الجهد طيب أمثلة زي مين النوع أول زي المقاس والعتلة طيب النوع الثاني عربة الحديقة كسرة البندق طيب النوع الثالث زي الملقط مضرب الهوكي فعنشوف بعد كده رقم خمسة صنف الآلات التالية حسب نوع الرفعة دي سنارة السمك دي النوع كام براف دا النوع الثالث طيب الأرجوحة النوع الأو طيب فتحت الميانة الغازية النوع الثاني طيب مضرب الهوكي دا النوع كام النوع الثالث طيب مجدايا في المركب النوع الأو براف صح طيب كسرت البندق النوع إيه النوع الثاني عشوف مسألة ستة رفعة من النوع الثاني الكوة المؤثرة عليها تساوي متين نيوتن يبقى كده الكوة تساوي كام متين نيوتن وطول زراعها يبقى زراع الكوة تساوي خمسين سنتيمتر تؤثر على مقاومة مقدارها يبقى كده المقاومة تساوي ألف نيوتن عاوزين نحسب ايه زراع المقاومة دي اللي احنا عاوزين أول حقا تبقى الكوة في زراعها يساوي المقاومة في زراعها طيب الكوة كام متين في زراع الكوة كام خمسين تساوي المقاومة كام ألف في زراع اللي احنا ايه عاوزين يعني عاوزين زراع المقاومة هيساوي ايه في ايه على ايه براف يبقى متين في خمسين على كام على ألف ثلاثة صفار مع ثلاثة صفار اللي اتنين في خمسة وكام يبقى عشرة سنتيمتر مسائل سهل وبسط جدا سبعة رفع من نوع الثالث طول زراع الكوة يبقى كتب كده زراع الكوة نساوي كام خمسة سنتيمتر وطول زراع مقاومة زراع المقاومة خمسة عشر سنتيمتر فإذا كامت المقاومة تساوي تلتميت نيوتن يبقى المقاومة تساوي تلتميت نيوتن عاوزين نحسب ايه الكوة عاوزين طبق قانون الكوة في زراح هنتساوي ايه المقاومة في زراح طيب الكوة عاوزين في زراع الكوة كام? خمس. تساوي. المقومة كام? تلتمية. في زراع المقومة كام? خمسة عشر. يبقى الكوة تساوي تلتمية في خمسة عالى كام? على خمس. على خمسة فالواحد. على خمسة فالتلاتة. التلاتة في تلتمية تساوي كام? تسعمية نيوتن. هلنشوف بقى تدريبات سلاحة المتنوعة? اكمل العبارات الاتية. رقم واحد تعتبر نقطة اول الالات البسيطة التي اختراحها الانسان في الماضي. مين? يبقى الرافعة. رقم واحد الرافعة. نين? الرافعة عبارة عن نقطة تتحرك حول نقطة ارتكاز. عبارة عن ايه? ساق متينة. تحرك حولها. نقطة ثابتة تسمى ايه? تسمى نقطة الارتكاز. نقطة الارتكاز. ثلاثة. تقاس الكوة بواحدة نقط. هم? بواحدة مين? النيوتن. اربعة. تعتبر الارجوحة والمقاس رفعتين من نوع نقط. النوع ايه? النوع الاول. خمسة. من امثلة الروافع التي تستخدم لزيادة السرعة. مين? براف مضرب. الهوك. نكمل. بينما من امثلة الروافع التي تستخدم لتكبير المسافة. هم? من تكبير المسافة. براف المجنسة اليدوية. ستة. نوع من الروافع تتساوى فيه الكوة مع المقاومة. هم? رفع النوع ايه? براف النوع الاول. طب امتى? عندما يكون زراع الكوة اكبر من زراع ايه? المقاومة. سبعة. اذا كانت زراع الكوة اكثر يعني ازغر يعني من زراع مقاومة. فان نقط اكبر من نقط. فان ايه? براف الكوة اكبر من المقاومة. يعني الروافع لتوفر ايه? الجوة. يعني هبز الكوة كبيرة عشان احرق بها ايه? حملة صغيرة او مقاومة ايه? صغيرة. كم توفرش ايه? ايه الجوة. تمانية. كسرة البندق من امثلة روافع النوع. النوع ايه? الثاني. بينما المجنسة اليدوية رفع من النوع الثالث. تسعة. عربة الحديقة رفع من النوع براف. الثاني. بينما سنارة السمك رفع من النوع الثالث. عشرة. الروافع تجعل اداء المهام اكثر سهولة عن طريق نقط ونقط. اللي هي اهمية الروافع. عن طريق ايه? تكبير. الكوة. زيادة السرعة. الدقة في اداء العمل دي كلها. هده عشر. روافع النوع نقط تكون فيها نقط بين المقاومة ونقطة الارتكاز. النوع ايه? النوع الثالث. تكون فيها ايه? الكوة. بين المقاومة ونقطة ايه? الارتكاز. اتناشر. زراع الكوة اكبر من زراع مقاومة في روافع النوع نقط. طبعا دائما يبقى النوع ايه? الثاني. تلتاشر. تتساوي الكوة مع المقاومة في الروافع. في الروافع ازا كانت نقط. ازا كانت ايه? زراع الكوة يساوي زراع المقاومة. اربعة عشر. توفر الرفع الجهد عندما تكون زراع الكوة نقط من زراع مقاومة. اكبر من. وتكون الكوة نقط مقاومة. يبقى اصغر من. يبقى كانت زراع الكوة والكوة. زراع الكوة انا اصدبها ايه? الطول نفسه. لكن الكوة الحاجة اللي انت بتبزلها. خمستاشر. في رافعة ما ازا كانت الكوة ميت نيوتن. وكانت زراع الكوة مساوية لزراع مقاومة. فان المقاومة تساوي نقط نيوتن. طبعا زراع الكوة مساوي لزراع المقاومة. فان الكوة تساوي ايه? المقاومة. يبقى تساوي كام? على طول. ميت نيوتن. ستاشر. مسك الفحم. يعمل على نقط. تجنب ايه? تجنب مخاطر الحرارة. بينما العتلة تعمل على تكبير الكوة. سبعتاشر. من امثلة روافع النوع الثالث. زي مين? زي مضرب. الهوك. والملكة. تمنتاشر. اهم اعمال العالم ارشميدس هو هو ايه? اول من وصف ايه? الرفع. تنتاشر. روافع النوع نقط يمكن ان تتساوي فيها طول زراع الكوة مع طول زراع مقاومة. يعني النوع ايه? روافع النوع الاول. عشرين. روافع النوع الثالث. لا توفر الجهة دائما. لان طول زراع نقط اكبر من طول زراع نقط. لان طول زراع ايه? المكاومة. اكبر. اكبر من طول زراع مين? الكوة. واحد عشرين. في كسارة البندق تقع المكاومة في المنتصف بين نقط ونقط. بين ايه? الكوة. ونقطة ايه? الارتكاز. اين وعشرين. في الميزان المعتاد تقع نقط في المنتصف. تقع ايه? نقطة الارتكاز. في المنتصف بين نقط والمكاومة. بين ايه? الكوة والمكاومة. ثلاثة وعشرين. رفع تعمل على نقل الكوة وتكبير مسافة. هي ايه? برافع المكنسة اليدوية. اربعة وعشرين. في الهيكل العظم الانسان يعتبر الرأس والرقبة من الوافع النوع برافع النوع الاول. خمسة وعشرين. من الوافع التي تستخدم في التقاط الاشياء الدقيقة. هم? الملقط. ستة وعشرين. تعتبر الدباسة رفعة من النوع. هم? النوع ايه? النوع الثالث. وطبعا الدباسة اللي هي الدباسة الصغيرة. الدباسة الصغيرة ده النوع ايه? السالث. سبعة وعشرين. الكماشة من رفع النوع. هم? برافع النوع الاول. بينما فتحت زواجات المياه الغازية. رفعها من النوع. النوع الثاني. نشوف بعد كده. مجموعة رقم اتنين. اكتب المصطح العلمي. واحد وسيلة يستطيع استخدمها الانسان في اداء عمله لتوفير الجهد. هم? برافع الآلة. انين. ساق متينة تتحرك حول نقطة الارتكاز. تؤثر عليها كوة ومقامة. هم? الرافعة. تلاتة. نقطة سابتة تعتكز عليها الساق متين. سامها ايه؟ نقطة ارتكاز او محور ايه؟ الارتكاز. اربعة. روافع تكون فيها المقاومة بين نقطة الارتكاز والكوة. هم? برافع النوع الثاني. خمسة. نوع من الروافع تقع فيها نقطة الارتكاز بين الكوة مقاومة. النوع الاول. ستة. روافع تقع فيها الكوة بين المقاومة ارتكاز. النوع ايه؟ برافع النوع الثالث. سبعة. نوع من الروافع يوفر الجهد احيانا يبقى النوع الاول. تمانية. روافع توفر الجهد دائما يبقى النوع ايه؟ برافع النوع الثاني. تسعة. المسافة بين نقطة التأسير. القوة ونقطة الارتكاز. نسمى زراع ايه؟ برافع زراع الكوة. عشرة. المسافة بين نقطة تأسير المقاومة ونقطة الارتكاز. زراع المقاومة. هداشر. الكوة في زراحة يساوي المقاومة في زراحة. نسمى ايه؟ قانون الروافع. نشر. نوع من الروافع قد يتساوى في طول زراع الكوة مع زراع مين المقاومة. النوع ايه؟ النوع الاول. تلاتاشر. اكثر انواع روافع شيوع في حياتنا وتوفر الجهد. روافع النوع ايه؟ برافع النوع الاول. اربعتاشر. رفع تستخدم في زيادة سورة الاجسام التي تؤثر عليها. مضرب. الهوك. خمستاشر. الات بسيطة. توفر الجهد. مين الروافع. مجموعة تلاتة. اختر الاجابة الصحيحة ما بين الكوساين. رقم واحد. اول الآلات البسيطة التي تختراحها الانسان. الدرجات السيرات. الروافع. البواخر. طبعا مين؟ الروافع. اتنين. اي روافع التالية توفر الجهد. عربة الحديقة. المكنسة الهدوية. الدباسة. صنارة السمك. طبعا مين؟ عربة الحديقة. لانها النوع ايه؟ التاني. ثلاثة. المسافة بين الكوة ونقطة الارتكاس. تسمى زراع الرفع. زراع الكوة. زراع المقومة. زراع المسافة. طبعا ايه؟ زراع الكوة. اربعة. تعتبر الكماشة من روافع النوع. اول. ثاني. ثالث. رابع. النوع ايه؟ النوع الاول. خمسة. كل ما يلي من روافع النوع الثالث. ما عدا. ارجوحة متنسة الهدوية. ملقة ماسك الحلوة. طبعا ما عدا ايه؟ ما عدا الارجوح. ستة. تكون الكوة مساوية للمكاومة. احيانا في روافع النوع. اول. ثاني. ثالث. رابع. النوع ايه؟ الاول. سبعة. تقع المكاومة بين الكوة ومحور الارتكاز. فيه؟ ماسك الفحم. المقاس. عربة الحديقة. الارجوح. طبعا ده النوع التاني. من هنا مثال النوع التاني؟ برافق. وعربة الحديقة. تمانية. رفع تعمل على زيادة السرعة. ماسك التالج. الارجوحة. الكماشة. مضرب الهوك. طبعا ايه؟ مضرب الهوك. تسعة. روافع النوع نقط لا توفر الجهد دائما. اول. ثاني. ثالث. رابع. النوع ايه؟ الثالث. عشرة. روافع النوع نقط تكون فيها زراع القوة مساوية لزراع المكاومة. النوع ايه؟ اول. ثاني. ثالث. رابع. طبعا ايه؟ النوع الاول. هداشر. وافع النوع نقط توفر الجهد دائما. اول. ثاني. ثالث. رابع. طبعا النوع ايه؟ النوع الثاني. الاول احيانا. الثاني دائما. الثالث لا يوفر الجهد ايه؟ دائما. نشر. تعمل المكنسة الادوية على زيادة السرعة. تكبير الكوة. نقل الكوة. وتكبير مسافة تجنب المخاطر. طبعا ايه؟ نقل الكوة. وتكبير ايه؟ المسافة. ثلاثتاشر. من امثلة الوافع النوع الثاني. كستارة البندق. المقاس. ماسك الفحم. الدباسة. طبعا ايه؟ كستارة البندق. اربعتاشر. في الهيكل العظم الانسان. تعتبر الزراع رفعة من النوع. الاول. الثاني. الثالث. الرابع. طبعا النوع ايه؟ النوع الثالث. خمستاشر. في قلون الروافع. يجب ان تكون الكوة في زراحها نوات المقومة في زراح حتى تتزن رفع. تساوي اكبر من اصغر من اطول من. طبعا ايه؟ تساوي. ستاشر. كل مما يلي روافع توفر الجهد دائما ما عدا. كستارة البندق. العتلة. فتاحت ازواجات. عربة. الحديقة. طبعا ما عدا مين؟ ما عدا. العتلة. عربنا عتلة توفر الجهد. لكن ايه؟ احيانا لانها النوع ايه؟ من النوع الاول. لكن كسرت البندق. وفتحت ازواجات وعربة حديقة. ده النوع ايه؟ ده النوع الثاني. وفر الجهد ايه؟ دائما. تبعتاشر. في قلون الروافع. تحسب الكوة بالمتر جرام السنتيمتر نويتن. طبعا بايه؟ بايه النويت. تمنتاشر. تكون الكوة اصغر من المقاومة. عندما تكون زراع الكوة نوعة زراع المقاومة. اكبر من تساوي اصغر من اطول من. طبعا نكون ايه؟ اكبر من. الكوة اللي هبزلها تكون اصغر منين من المقاومة. يبقى امتى؟ لما يكون زراع الكوة اكبر من زراع مين المقاومة. وبالتجرة توفر ايه? الجوه. ساعتاشر ازا كانت زراع الكوة تساوي زراع المقاومة. فان الكوة نوة المقاومة. اصغر من? اكبر من? تساوي اطول من? طبعا ايه? تساوي. عشرين. كل مما يلي من وظيف الروافع مع عدد. تكبير الكوة. تقليل المسافة. تجنب المخاطر زيادة السرعة. طبعا مع عدد ايه? تقليل المسافة. نبتمع على ايه? تكبير المسافة. واحد وعشرين عدد النقاط في الرفاعة. هو سلاس اربع خمس سبع. طبعا ايه? سلاس. اللي هو ايه? اللي هو الكوة ونقطة ارتكاز والمقاومة. اتنين وعشرين رفاعة طولها عشرين سنتيمتر. تقع نقطة الارتكاز في المنتصف. طول زراع المقاومة. طالما هنا طول عشرين. ونقطة ارتكاز في النصف. يبقى زراع الكوة كام عشرة. وزراع المقاومة كام برضك عشرة. يبقى خمس سنتيمتر. عشرة سنتيمتر. عشرين. اربعين سنتيمتر. طبعا كام عشرة سنتيمتر. طبعا عشرين. اذا كانت زراع الكوة عشرة. وزراع المقاومة عشرة. فان رفاعة من النوع الأول الثاني الثالث الرابع طبعا النوع إيه الأول ليه لأنه بتسوي فيه هنا زراعة الكوة مع زراعة مين المقومة 24 توفر الرفعة الجهد إذا كانت زراعة الكوة نوات زراعة المقوم إيبقى إيه أكبر من 25 صنوارة السمك رفعة من النوع الأول الثاني الثالث الخامس طبعا النوع إيه النوع الثالث 26 كوة مقدارها 10 نوتن تبعد مسافة 10 سنتيمتر من نقطة الارتكاز فإذا وضعت مقومة مقدارها 20 نوتن على الطرف الآخر للرفعة فإنها طول زراعة مقومة يساوي طبعا عند هنا إيه عند الكوة وزراعها يبقى 10 فعشر بكام بمية 100 على كام على 20 تسوي كام 5 سنتيمتر مجموعة أربعة دع علامة صح أو خطأ كام واحد من وظائف الروافع تقليل السرعة طبعا إيه إبارة خطأ كام واحد خطأ اتنين إذا كانت زراعة الكوة أطول من زراعة المقومة فإن الكوة تكون أصغر من المقومة طبعا إبارة إيه إبارة صحيح كام تلاتة إذا كانت زراعة الكوة أصغر من زراعة مقومة فإن رفعة توفر جهد طبعا لا لا توفر جهد أربعة العتلة من أمسة روافع النوع الأول بارة صحيح خمسة في رفع النوع الثاني تقع نقطة الارتكاز بين الكوة مقومة بارة خطأ ده النوع إيه النوع الأول ستة في مسكة سلج تقع نقطة الارتكاز بين الكوة والمقومة طبعا إبارة خطأ ده النوع إيه النوع الأول سبعة رفع الكوة المؤثرة عليها تلاتة نيوتن وزراع الكوة عشرة سنتيمتر والمقومة تساوي خمسة نيوتن فإن زراع المقومة يساوي ستة سنتيمتر هم؟ هذا كام تلاتة في عشرة بكام تلاتين تلاتين على إيه؟ على الخمس فهذا كام ستة سنتيمتر يبقى عبارة إيه؟ عبارة صحيحة تمانية تقع نوت الارتكاز في المقص بين القوة ومقومة طبعا يبقى عبارة صحيح لنوع إيه؟ أود تسعة قصرة البندق من روافع النوع الثاني طبعا يبقى عبارة صحيح النوع الثاني عشرة روافع النوع الثاني تهتم بتكبير الكوة يبقى عبارة صحيح دعشر تكون الرفع من قوة ومقومة فقط خطأ نوت الارتكاز 13. لم يوفق النوع الأول توفر الجه obt أحيانا بينما النوع الثالث توفر جهة دائما عبارة خطأ دائما لا توفر الجهد النوائي الثالث أو ل petoofte دائما النوائي الثاني 14. إذا كانت زراع المقومة أكبر من زراع الكوة فإن الكوة تكون أكبر من المقومة عبارة صحيح في حالة دي ترفع لتوفر الجه 14. الدقة في أداء العمل وتجنب المخاطر من وظائف روافع النوع الثالث عبارة صحيح فنشوف مجموعة 5 ثوب ما تحته خط رقم 1. كسارة البندق رفاعة من النوع النوع كام؟ النوع الثاني 2. المقاس رفاعة من النوع الثاني طبعا مين كسارة البندق أو عربة الحديقة للنوع الثاني رقم 3. تعمل المكنسة اليدوية على تكبير القوة تعمل تكبير رفض تكبير المسافة 4. الميزان زوء الكفتين رفع من النوع الثاني من النوع الأول 5. رفع النوع الأول 6. تقع فيها المقومة بين القوة ونوة الاتكاز النوع ايه؟ النوع الثاني 6. تكون الرفع متزنة عندما تكون القوة في زراعها أكبر من المقومة في زراعها طبعا ايه؟ تساوي 7. يعد العالم أن يتهن أول من قامه بوصف الروافع العالم مين؟ 8. روافع التي لا توفر الجهد دائما روافع النوع الثاني النوع ايه؟ النوع الثالث 9. من وظائف الروافع تصغير المسافة طبعا ايه؟ تكبير المسافة 10. توفر روافع النوع الثالث الجهد دائما النوع ايه؟ النوع الثاني 11. تتساوي الكوة مع المقومة في روافع النوع الثالث فقط النوع ايه؟ النوع الاول 12. سنارة السمك رفع من النوع الاول النوع ايه؟ النوع الثالث 13. اذا تساوت الكوة مع المقومة في روافعها طولها 20 سنتيمتر فان نقطة الارتكاز تكون عند نقطة سنتيمتر من القوة طالما الكوة تساوي المقومة اذا زراع الكوة يساوي زراع المقومة طيب رفع كلها كم؟ كلها عشرية يعنيافها كلها عشرية طيب قال ايه؟ النقطة الارتكاز لازم تكون فين؟ لازم تكون فين؟ لازم تكون فين؟ في النص ليه؟ لان القوة تساوي مين؟ بيتساوي مقومة يبقى لازم يكون زراع الكوة يساوي زراع مين؟ المقومة دي كلها عشرين يبقى المسافة من أول نقطة اتجاز لغاية الكوة كام عشرة وكمان المسافة من نقطة اتجاز مقومة بلدك تسوي كام عشرة يبقى كام عشرة سنتيمتر مجموعة ستة اختر من العمود با ما يناسب العمود ألف الرفعة عبارة عن إيه؟ براف ساق متينة تتحرك حول نقطة اتجاز وتؤسع لها كوة ايه؟ ومقومة يبقى رقم ايه؟ رقم جيم طيب اتنين نقطة ارتكاز ده نقطة ايه؟ نقطة سابتة ترتكز عليها ساق متينة يبقى رقم ايه؟ رقم ألف يبقى رقم اتنين طيب زراع الكوة المسافة بين ايه؟ الكوة ونقطة ايه؟ ارتكاز يبقى رقم ايه؟ ديال رقم واحد رافع النوع الأول هم? ما لها? براف برقم باء. برقم باء. تقع فيها نوة ارتكاز بين القوة ايه? والمقاومة. يبدأ رقم واحد. طيب رافع النوع الثاني. هم? تكون فيها ايه? تقع فيها المقاومة بين القوة ونوة ايه? الارتكاز. يبدأ رقم اتنين. طيب رافع النوع السالس لا توفر جهد ايه? دائما. يبقى رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. المكنسة اليدوية. رفع تستطيعا في ذات السرعة ولا تكبير المسافة ونقل الكوة ولا تجنب المخاطر ولا حماية من الحرارة ولا رفع توفر جهد ايه? طبعا ايه? رقم باء. يبدأ رقم واحد. رفع تستطيعا في تكبير المسافة ونقل ايه? الكوة. طيب كسارة البندق دي رفع من النوع ايه? من النوع الثاني. يبقى رفع توفر جهد ايه? دائما. طيب مدرب الهوكي ستطيعا في ايه? في زيادة السرعة. يبدأ رقم ثلاثة. كان ربعا. الارجوحة من النوع كام? برافع. من النوع الاول. يبدأ رقم واحد. صندرة السمك من النوع كام? من النوع الثالث. يبدأ رقم اتنين. علل لمعاتي. واحد العتلة رفعه من النوع الاول. لان نقطة الارتكاز تقع بين الكوة والمقاومة. رقم اتنين. يمكن ان تتساوى الكوة مع المقاومة في رفع النوع الاول فقط. ليه? لان نقطة الارتكاز. بقع في المنتصف. يبقى ليه? لان نقطة الارتكاز تقع فين في المنتصف. وعندما اكمل. وعندما يتساوى طول زراع الكوة مع زراع مين المقاومة. ثلاثة. تعتبر عاربة حديقة من الرفع على الوقت توفر الجهد. ليه? لان زراع الكوة اكبر من زراع المقاومة. طب هي النوع كام من النوع الثاني? اربعة. رفع النوع الثالث لا توفر الجهد دائما. العكس بقى. لان زراع الكوة اصغر من زراع مين? المقاومة. حمسة. لا يمكن اتساوى طول زراع الكوة والمقاومة في روافع النوع الثاني. لان المقاومة تقع بين الكوة ونقطة الارتكاز. طيب ستة. جسارت البندق من روافع النوع الثاني. ليه? ناسي الشيء. لان المقاومة تقع بين الكوة ونقطة ايه? ارتكاز. سبعة. صنارة السمك من روافع النوع الثالث. لان ايه? لان الكوة تقع بين مين? بين المقاومة ونقطة الارتكاز. تمانية. على الرغم من ان روافع النوع الثالث غير موفرة للجهد. الا انه لا يمكن الاستغناء عنه. ليه بقى? لان نبتع مع له تكبير المسافة. نقل الكوة مكان لاخر. زيادة السرعة. الدقة في اداء ايه? العمل. تسعة. روافع النوع الاول لا توفر الجهد. امتى? امتى روافع النوع الاول لا توفر الجهد. ليه? عندما يكون زراع الكوة اصغر من زراع مين? المقاومة. يبقى زراع الكوة اصغر من زراع المقاومة. او العكس يعني اقول زراع المقاومة هو الاكبر من زراع الكوة. عشرة. الكوة دائما اصغر من المقاومة في روافع النوع الثاني. ليه رفع النوع الثاني دائما الكوة بتكون اظهر ليه? لان زراع الكوة اكبر من زراع المقاومة. عشر. مسك الفحم. رغم اهميته فهو من الوافع التي التي توفر الجهد. ليه? لان زراع الكوة بيكون ايه? اصغر من زراع ايه? المقاومة. عشان كده ايه? لا يوفر الجهد. نشر. توجد سلاس احتمالات بالنسبة لطول زراع الكوة وزراع المقاومة في روافع النوع الاول. اه? ايه السبب? لان نقطة الارتكاز ايه? لان نقطة الارتكاز تقع بين مين? بين الكوة والمقاومة. تلاتة عشر. يوجد احتمال واحد لطول زراع الكوة والمقاومة في روافع النوع الثاني. ليه النوع الثاني في احتمال واحد بس ليه? لان ايه? لان المقاومة بقى هنا. تقع بين مين? بين الكوة ونقطة ايه? الارتكاز. اربعتاشر. توفر روافع النوع الثاني المجهود دائما. ليه? لان زراع الكوة اكبر من زراع ايه? المقاومة. خمستاشر. لبعض الروافع اكثر من وظيفة. زي مين? زي المكنسة الادوية. بتعمل على ايه? تكبير المسافة. ونقل الكوة مكان لاخر. لبعض زي مين? المكنسة الادوية. تعمل على تكبير المسافة ونقل الكوة مكان ايه? لاخر. مجموعة ثمانية. ماذا يحدث في الحالات الاتية? لم يخترع الانسان الروافع. ايه? يصبح اداء المهام اكثر صعوبة. تكون اكثر ايه? صعوبة. وهتكون كمان ايه? شقة. وشقة. رقم اتنين. وقعت نوط الارتكاز بين الكوة والمقاومة. هم? بترفع النوع ايه? يوتصبح الرفاع من النوع الاو. صح? ثلاثة. وقعت المقاومة بين الكوة ونوط الارتكاز. يدرفها من النوع كام? من النوع الثاني. اربعة. وقعت الكوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة. يبقى النوع ايه? يبقى النوع الثالث. خمسة. زيادة طول زراع المقاومة على طول زراع الكوة. يبقى الرفع ايه? لا توفر الجهد. يبقى الرفع لا توفر مين? الجهد. طيب. لكم سبعة. اذا كان زراع الكوة اقصر من زراع المقاومة. هم? نفس الشيء. يبقى الرفع ايه? لا توفر مين? الجهد. ستة. تساوي طول زراع الكوة مع زراع المقاومة. ايه? ايه اللي يحصل? طبعا هنا هيك تساوي الكوة مع المقاومة. وبالتالي الرفع الرفع هتوفر ايه? الجهد. سبعة. اذا كان زراع الكوة اكثر من زراع المقاومة. يعني يكون ازر يعني. ايه اللي يحصل? الكوة هنا هتكون اكبر من المقاومة. وبالتالي الرفع هتوفر ايه? الجهد. تمانية زاد طول زراع الكوة على طول زراع المقاومة. يبقى الرفع هتوفر ايه? الجهد. وبالتالي الكوة هتكون اظهر من اين? من المقاومة. طيب اذا لم توفر الرفع او روافع الجهد اللي يحصل لن يكون هناك ايه? لها فائدة آلية. عشرة. اذا كان في رفعة النوع الاول زراع الكوة اطول من زراع المقاومة. يبقى الرفع هتوفر ايه? الجهد. لان الحالي هتكون الكوة اظهر من اين? من المقاومة. مجموعة اسعة. اذكر وزيفة واحدة للروافع الاتية. ركم واحد العتلة. تعمل على ايه? تكبير الكوة. يبقى اتنين. الملقاط. هم? الدقاط. الاجسام. الدقيقة. او الدقة في الالعام. تلاتة. عصى. الهوكي. هم? زيادة السرعة. اربعة. المكنس الادوية. هم? نقل الكوة من مكان الاخر. وتكبير المسافة. خمسة. ماسك الفحم. تجنب المخاطر. الحرارة. طيب اذكر مسالة واحدة اللي رفع. اول حاجة تكبير الكوة. زي مين? زي عندك عربة الحديقة. طيب اتنين زيادة السرعة. هم? زيادة السرعة زي مين? صح? زي عصى الهوك. وما ده الهوك. طيب نقل الكوة من مكان الاخر. زي مين? بالرافع. زي عندك المكنسة الادوية. مع تجنب مخاطر زي مين? زي عندك ماسك ايه? ماسك الفحمة او ماسك التالي. طيب التقاط الاشياء. زي مين? زي الملقاط. مجموعة 11 احذف المختلف من الكلمات ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. واحدة اللي رجوحها الميزان زور كافتين الشاكوش الدباسة. طبعا النوع ايه? رفع النوع الاول. اتنين عربت الحديقة. فتح زوجات المياه الغازية. كسارة البندق المقاص. طبعا انا هزف المقاص والباقي ايه? رفع النوع. النوع الثاني. ثلاثة العتلة. مسك الفحم. صنارة السمك. المكنسة الادوية. نهزف مين? العتلة. دي رفع النوع ايه? الثالث. اربعة. تصغير الكوة. تكبير المسافة. زيادة السرعة. تجانب المخاطر. تصغير ايه? الكوة. ودي اهمية مين? الروابع. طبعا بقى ما المكسود نخليها مش مهم. قلناها اكتر مرة. لان نخش مع المسالة عطول بقى. رفع من النوع. الثالث. طول زراعة الكوة. خمس سنتي. وطول زراعة المقاومة خمستاشر سنتي. فاذا كانت المقاومة تساوي تلتميت نيوتن. عوزين نحسب الكوة. عطول بقى في كل مرة لازم بكتب ايه? القانون. الكوة في زراحها تساوي ايه? المقاومة في زراح. يعني هنضرب ايه في ايه على ايه? يبقى عندي هنا زراعة مقاومة ومقاوم. يعني اقول خمستاشر في تلتمية على كام على خمس. يبقى الكوة بتساوي خمستاشر في تلتمية على كام على خمس. بتساوي كام تسعمية نيوتن. ولما اكتب ايه? اكتب القانون. اتنين. رقم اتنين رفع من متزنة تؤثر عليها كوة مقدارها كام? خمسين نيوتن. وطول زراحها عشر. تؤثر على مقاومة مقدارها خمسة وعشرين. عاوزين نحسب زراع مقاومة. يبقى زراع المقاومة. هتساوي كام? اعطول بشارة بقى. يبقى بتساوي خمسين في عشرة على كام خمسة وعشرين. خمسين تفع عشرة على خمسة وعشرين. بالقلحز بتساوي كام? عشرين سنتيمتر. سين على خمسة وعشرين في اتنين. يبقى ساوي اتنين في عشرة ساوي كام عشرين سنتيمتر. تلاتة. رفع من النوع الاول فيها زراع الكوة اربعين سنتيمتر. وزراع مقاومة ستين. احسب قيمة المقاومة التي تعيد الرفعات ازانها اذا علمت ان الكوة تلاتين. انا عند الكوة تلاتين وزراع الكوة كام? اربعين. يبقى اضرب ايه? يبقى اقول تلاتين في اربعين على كام? على ستين. لا. يبقى المقاومة. ساوي كام? تلاتين فاربعين على ستين. ستين تلاتين فالواحد ستين على تلاتين فالاتنين فالاتنين. اربعين فالاتنين فالاتنين فالكام? يبقى تساوي اشرين نيوتن. ساوي كام? اشرين نيوتن. اربعة. كل مرة بكتب ايه? القانون. في حدر الوافع كان طول زراعة المقومة خمسة وعشرين سنتيمتر. والمقومة عشرين نيوتن. والقوة اللازمة لحدها سالاتزان ميت نيوتن. عاوزين زراع الكوه. يبقى زراع الكوه. بيساوي. خمسة وعشرين في عشرين على على مية. خمسة وعشرين في عشرين يساوي كام? الاثنين في خمسة وعشرين يبقى خمسمية على مية تساوي كام? يساوي خمسة سنتيمتر. رقم خمسة رفعنا من النوع الاول. الكوه المؤثر على كام? ميت نيوتن. وتقول زراع الكوه اربعي. يبقى عندي هنا الكوه وزراعها موجودية. فاذا كانت المقومة تساوي تمانين نيوتن. احسب طول زراع مقومة اكتب قانون. يبقى زراع المقومة تساوي ايه? يتساوي مية في اربعين على تمانين. طيب مية فاربعين على تمانين. تساوي كام? بقى الحسب ما تساوي? خمسين سنتيمتر. تساوي كام? خمسين سنتيمتر. طيب. هل الرفع هنا? هذه الرفع موفرة للجهد? ولا. طبعا ايه? لا توفر مين الجهد. ليه? لان زراع الكوه بيكون ايه? اصغر من زراع مين? المقومة. ستة. رفعة من النوع الاول الكومة اسرع عليها تساوي كام اتنين. وتقول زراعها عشرة. فاذا علمت ان زراع المقومة تلك الرفع خمس. عاوزين نحسب مين? المقومة. فالمقومة بتساوي اتنين في عشرة على كام على خمس. يبقى عشان خمسة في الكام يبقى اربعة نيوتين. انا عندي نهوت ادى الكوه وهذا زراعها موجودية. يبقى ندرهم في بعض واسهم على كام? على خمس. لكم ستة. لكم سبعة. رفع من متزنة طول زراع الكوه خمس سنتيمتر. وطول زراع مقومة خمستاشر. فاذا كانت المقومة يبقى عندي هنا زراع مقومة ومقومة موجودية. عاوزين نحسب الكوه? يبقى الكوه بتساوي. يبقى خمستاشر في تلتمية على كام على خمسة. خمستاشر في تلتمية على خمسة. على خمسة فالواحد. على الخمسة فالكام فالتلاتة. يبقى تساوي كام? تسعمائة نيوتين. طيب. ما النوع الرفعة? طالما هنا زراع الكوه اصغر من زراع المقومة. يبقى الرفعة دي ايه? اما من النوع الاول يالنوع ايه? يالنوع الثالث. كام تمانية? رفعة تؤثر عليها كوه مقدارها تمانين نيوتين. وطول زراعها اربعين متر. تؤثر عليها مقومة اربعين نيوتين. وطول زراع المقومة عشرين سنتيمتر. هلها زر رفعة متزنة? ولماذا? الاول هضرة بالكوه في زراع. لو رقمين يساوي بعض يبقى الرفعة ايه? متزنة. طيب. لو مش بساوي بعض يبقى الرفعة غير ايه? متزنة. تعالي نشوفكم بعد. هوان ما بديه هنا تقول زراع الكوه بتدهلي بالمتر. يبقى حوالي الاول ايه? للسنتيمتر. يبقى قول زراع الكوه. تساوي اربعين في مية. تساوي كام? اربعة تلاف سنتيمتر. طبق. نجيب الكوه في زراعها. بتساوي. الكوه كام? تمانين. في زراحة كام? اربعة تلاف. بتساوي كام? اتنين تلاتة اربعة. اتنين ثلاثين يعني اتنين تلتمية وعشرين ايه? الف نيوتين تسنتيمتر. طيب تعالي نشوف نجيب على المقومة في زراعها. ايه? زراعوها? بتساوي. المقومة عندي كام? اربعين. في زراحة عشرين. بتساوي كام? تمانمائة نيوتن في سنتيمتر. دي بانسوي جديد. يبقى الرفع ايه? غير متزنة. تسعة. رفع الكوه المؤثرة عليها ميتين نيوتين. وطول زراعوها خمس سنتيمتر. وتؤثر عليها مقومة قيمتها ميت نيوتين. احسب قيمة زراع مقومة. التي تعيد لرفع تزانها مع كتبة القانون. القانون ايه? الكوه في زراحة تساوي مقومة ايه? في زراعها. يعني بتساوي. يبقى زراع المقوم. اول حاجة بالقانون الكوه في زراحة تساوي مقومة ايه? في زراعة يبقى امتين? في خمسة على كام? على مية. تساوي كام عشرة سنتيمتر. طب هل الرفع توفر الجهد? ولماذا? طبعا لا توفر الجهد. ليه? لان زراع الكوه بيكون ازغر من زراع مين? ازغر من زراع المقومة. يبقى ليه? لان زراع الكوه معانة خمسة. وزراع مقومة كام عشرة. هي متوفرش ايه? الجهد. رقم عشرة. رفع من النوع ثالث الكوه ميتين نيوتين. وهي زراع الكوه خمس. صرت عليها مقومة مقدرها ميت نيوتين. وكانت زراع المقومة واحد من عشر متر. استكشف هل الرفع متزن ام لا? نسي الشيء هنا. احاول من متر سنط ايه? متر. يبقى اضرأ في مية. يبقى واحد من عشر في مية. تساوي كام? تساوي عشرة سنتيمتر. اضرأ بقى. الكوه في الزراعها. ومقومة فيين? في زراعها. طيب. يعني اقول متين في خمسة. يبقى الكوه في زراعها. ساوي كام متين في خمسة. ساوي كام? ساوي كام? مية في كام عشرة. تساوي كام الف في سنتيمتر. طبعا هنا الكوه في زراعها. تساوي مقومة في زراعها. يبقى الرفع ايه? يبقى الرفع في حالة اتزان او متزانة. كام حداشر? رفع الكوه المؤثر عليها تساوي الفين نيوتين. وطول زراعها خمسية. تؤثر على مقومة الف. فاحسب زراع مقوم. يبقى زراع مقوم. اللي اولا قتب قانون. الكوه في زراعها تساوي مقومة ايه? في زراعها. طيب الكوه كام الفي? في زراعها خمسية. على المقومة كام الف. يبقى ثلاثة صفار مع ثلاثة. يبقى اتنين في خمسين تساوي كام? ميت سنتيمتر. تساوي كام ميت سنتيمتر. ناشر. رفع من النوع الاول الكوه المؤثرة عليها خمسمية نيوتين. وطول زراعها عشر سنتيمتر. تؤثر على مقومة مقدارها ميتين نيوتين. وطول زراعها عشرين سنتيمتر. هل رفعها متزنة? ام لا? ولماذا? طيب هضرب برضك نفس الشيء الكوه في زراعها. تساوي مقومة ايه? في زراعها. يعني هضرب الكوه في زراعها شوية العكام? ومقومة زراعها في العكام. ولو الاتنين بساوي بعض يبقى رفع ايه? متزن. ازا لما يساوي يبقى رفع ايه? غير متزن. شو بقى 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 المسائل? بقى ايه? واجب. حلها. وكتب لي في التعليقات. لو في حاجة صعبة ولا حاجة? حلها مع بعض. الاختبار الاول. اكمل. عربة لحديقة. رفع من النوع ايه? برافق. يبقى النوع الثاني. بينما ماسك السلج رفع من النوع الثالث. اتنين. يمكن التساوي الكوه مع المقومة رفع النوع ايه? برافق النوع الاول فقط. ثلاثة. رفع النوع الثالث نقطة الجهة دائمة. يبقى ايه? لا توفر الجهة ايه? دائمة. اربعة. الميزان المعتاد رفع من النوع النوع ايه? برافق الاول. والدباسة رفع من النوع ايه? الثالث. ركام بقى. امامك ساكة معدنية حدد عليها كل من القوة والمقومة ومحمل الارتكاز بحيث تصبح هذه الساكة من رفع النوع الاول. الموفر للجهة. طلاق موفر الجهة يبقى زراع القوة هيكون اكبر من زراع ايه? المقومة. يبقى عندنا ميم? يبقى هنا ايه كوف? يبقى زراع القوة اكبر من زراع مين? المقومة. اختار جابة صحيحة? ايه من روافع للقاتية يوفر الجهد. كسرت البندق سنارة السمك الملقات مسك الحالة. طبعا مين? كسرت البندق. هنا رفع بالنوع التاني. اين رفعها طولها عشرين سنتيمتر. تقع نقطة ارتكاز في المنتصف. بالتالي يتلمف النص يبقى زراع القوة كامل وزراع مقومة كامل. النص بالزبط. برافع. يبقى عشر سنتيمتر. تلاتة. الروافع التي توفر جهد احيانا. النوع التاني اول تالت رابع طبعا النوع ايه? الاو. اربعة كسرت البندق رفع من النوع تاني ولا الاول ولا السلس ولا الرابع طبعا النوع ايه? الثاني. ازا كان لدينا رفع القوة مؤسرة تلتميت نوتر. وتول زراحة كامل عشرين. وزراع المقومة تلاتية. او زينا نحسب كومة مين? المقوم. يبقى كومة تساوي ايه في ايه? على ايه? الاول اكتب القانون. كومة في زراحة تساوي مقومة ايه? في الزراحة. يبقى اول تلتمية في عشرين على تلاتين. تساوي كامل? متين. اكتب مساء العلمي رفع تصدر من زيادة السرعة. مين? مضرب الهوك. اتنين? المسافة بين كومة ارتكاز. زراع الكوة. ثلاثة. صوت متينة تحرك حول نوت الارتكاز وتقص على كوم وكم. يبقى مين? الرفع. اربعة. نقطة ترتكز عليها رفع. يبقى نقطة مين? الارتكاز او محور الارتكاز. علمياتي رفع النوع الثاني توفر جهة دائما. لان زراع الكوة اكبر من زراع المقامة. المكناسة هدوية رفع من النوع الثالث ليه? لان الكوة تقع بين المقامة ونوطة ايه? الارتكاز. ثوب. فتح زوجات المياه النغازية رفع من النوع ايه? النوع الثاني. اول ما نوصف الرافع مين? رافع ارشيميديس. ثلاثة. مسك الفحم يصدم في تكبير المسافة. ثلاثة ايه? رافع تجنب المخاطر. اربعة. تعتبر المسافة بين المقامة. والقوة زراع الكوة. وايه? ونقطة الارتكاز. طيب. انظر للصورة ثم اجيب نوع رفعه. ديت رفعه النوع ايه? دي رفعه طبعا من نوع الاول العتلة. طيب. فقيتها ايه? تكبير الكوة. الثاني. اختر اجابة صحيحة. المسافة بين المقامة ونقطة الارتكاز. على طول ايه? زراع الكوة ولا زراع مقامة? ولا زراع رفعه? طبعا مين? زراع المقامة. اتنين. اي روافع الاتية تستخدم لتكبير المسافة. طبعا مين? المكنسة الانوية. طيب من الروافع التي تكون فيها زراع المقامة اكبر من زراع الكوة. اعرفت الحديقة? ولا سنرة السمك? ولا كسرات البنو? ولا عسات الليمون? طبعا سنرة ايه? السمك للنوع ايه? تالت. اربعة. الارجوحة من الوافع النوع اول والتاني والتالي 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 والرابع. طبعا النوع ايه? الاول. باق رفعها طولها خمس امتار. استخدمت لرافع ثقل مقداره مئتين وخمسين نيوتن. فاذا كان مقدار الكوة اللازمة لرافع ثقل يسوي كم? مئتين وخمسين نيوتن. يوجد زراع المقامة. طالما عندي هنا المقامة مئتين وخمسين. والكوة هنا مئتين وخمسين يبقى طول زراع الكوة يسوي زراع مين? المقامة. وبالتالي لازمة تكون نوتر تكاسفين. في المنتصف. طبعا عندي رفع كلها كم? خمس امتار. يبقى عندي هنا زراع الكوة كام وزراع مقمه كام? يبقى اتنين ونص وده كام اتنين ونص. تاني. انا عندي هنا الكوة ما كام مئتين وخمسين ومقام مئتين وخمسين. طالما دي للسودية يبقى لازمة تكون نوتر تكاسفين في النص. طيب عندي ده كلها كام? خمس. يبقى دي كام وده كام? وده اتنين ونص. طيب هلالرفعة توفر جهد? طبعا ايه? لا توفر جهد لان زراع الكوة يسوي زراع مين? المقومة. اتنين اكتوب مساء العلمي نقطة ثابتة تركز عليها الساقماتين. نقطة الارتكاز. روافع تقع فيها الكوة بين المقومة ونقطة الارتكاز. بنوع ايه? النوع الثالث. ثلاثة. نوع من روافع تتساوى فيها الكوة مع المقومة. النوع ايه? النوع الاول. اربعة. روافع تكون فيها المقومة بين الكوة ونقطة الارتكاز بنوع ايه? النوع ايه? الثاني. ماذا يحدث? تساوى الكوة في الزراعها مع المقومة في الزراع. يبقى روافع تكون ايه? متزنة. اتنين. وقت المقومة بين الكوة ونقطة الارتكاز. يبدأ النوع ايه? يبقى النوع الثاني ويوفر جهد إيه دائما أكمل الملقات رفع من النوع النوع إيه الثالث بينما الميزان من النوع إيه الأول اثنين في روافع تقاس المقومة بوحدة إيه رافع نيوتن وزراع المقومة بوحدة مين السنتيمتر أو إيه أو المتر ثلاثة في روافع النوع الأول تقع نقط يبقى إيه نقطة الارتكاز بين الكوة والمقومة أربعة عربة الحديقة رفع من النوع إيه النوع الثاني والعاتلة من النوع الأول رقم باء رفع من النوع الأول الكوة مؤسرة عليها كام ميتين نيوتن وتقلزرها أربعة تقلزر عليها مقومة ميت نيوتن وتقلزرها كام تمانين هل رفع متزنة أم لا يبقى ضرب ايه؟ الكوة في الزراح يبقى الكوة في الزراح تساوي ميتين في أربعة تساوي كام تمنمية في سنتيمتر طيب دي الكوة في الزراح هنشوف المقومة في الزراح بتساوي كام مية في تمانية مية في تمانية تساوي كام؟ تمنمية نيوتن في سنتيمتر طبعا بالسودية ايه؟ متزنة تساوي بما تتوخط توفر الرفع الجهد إذا كان زراع الكوة طبعا ايه؟ أكبر من اتنين مسك الحلوة من الرافع النوع النوع ايه؟ النوع الثالث تلاتة اذا كانت زراع الكوة وزراع المقومة في الرفع ما متساوياتين وكانت الكوة تساوي خمسين يبقى المقومة تساوي كام؟ طبعا اكبر من يبقى ايه؟ بيتساوي خمسين زيها طيب توجد ست نقاط في الرفع كام؟ سلاس نقاط علل بعض الرافع ذات اهمية بالرغم انها لا توفر جهة تعمل ايه؟ تجبير المسافة زيادة السرعة قدوا كفاء دعا العمل اتنين كسرت البندق من الرافع النوع الثاني ليه؟ لان المقومة تقع بين الكوة ونوطة ايه؟ الرفيجات ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح فيه الدرس ايه؟ الطاقة الكهربية